أنا آسف أن أنا دخلت جمهوري النادي الأهلي في هذا الأمر ولكن خلونا نرجع نحتفل نرجع نحتفل بإيه؟ بملوك الصلاة هو ليه دائماً لما بديجي نتكلم على النادي الأهلي بنقول إن النادي الأهلي ده ملوك الصلاة لأنه الأرقام كبيرة جداً 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 بالمناسبة وفارق كبير جداً جداً ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر أنا بتكلمش على نادي أنا بتكلم على كل الأندية نادي الاتحاد نادي عظيم نادي الزمالك نادي كبير كل الأندية الأندية كبيرة كلهم على دماغنا من فوق ولكن أنا بتكلم على كل الأندية شوفوا الأرقام اللي موجودة والفارق الكبير ما بين النادي الأهلي في الهندبول في السلة في الطائرة في كل حاجة هتعرفوا أن الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام منطقي جدا سوبر اليد من أسبوع أو من عشر تيو أو من أسبوعين بعدين على طول الفوز ببطولة الدوري لكرة السلة كل البطولات أمام حضراتكم هنا وشوه شايفين حضراتكم مجلس إدارة النادي الأهلي اللي هو لسه كان بيتقال عليه أنه هو منقسم وأنا للمرأة مجلس إدارة النادي الأهلي تقريبا كاملا باستثناء سيد محمد الضماطي رئيس بعثة النادي الأهلي في تونس مع الطائرة خليك يا سامير لو سمحت على الصورة الكبيرة دي ما تجبنيش الناس هات الصورة بتاعت مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ أميل أستاذ دكتور مهند هاتها تاني لو سمحت دكتور مهند الكابتن حسام الوزير السيادة الوزير العامري فاروق نائب الرئيس أستاذ خالد مرتجي أمين السندوق بقية المجموعة كلها اللي موجودة أستاذ طريق أنديل طبعا دكتور محمد شوقي كلها أسماء كبيرة جدا جدا مرة تانية أنا أملك أملك دليل على اللي أنا بقوله أملك دليل على اللي أنا بقوله أن النادي الأهلي أن النادي الأهلي اتخذ قراراته بالإجماع بالإجماع فمن فضل حضرتك يا أستاذ محمد يعني يعني خد بالك من الكلام خد بال حضرتك من الكلام لأنه ما ينفعش مثل هذه الأمور تقال في مثل هذه التوقات التوقيتات خصوصا في قناة معروف توجهاتها أدي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أستاذ أمي دكتور مهند كابتن حسام غالي أستاذ محمد الغزاوي أستاذ خالد مرتاجي أستاذ وزير العمري فاروق الدكتور محمد شوقي الكل على قلب الرجل شايفين شايفين الانقسام واضح عليهم إزاي شايفين الحب طبعا الكابتن الخطيب كان متواجد في هذه المباراة ووصل وقت التتويج وزي ما حضراتكم شفتوا أدي اتنين أربعة ستة سبعة والكابت الخطيب تمانية أستاذ محمد الضماطي زي ما حضراتكم عارفين في تونس والكل فرحان والكل مبسوط الكل فرحان والكل مبسوط زي ما حضراتكم شايفين لا لا انقسام واضح الحقيقة الانقسام واضح جدا الحقيقة ففرحة كبيرة جدا أنا آسف إن أنا خدت حضراتكم لهذا الأمر ولكن فيه أمور كده بتستفز الواحد أو بتخلينا نطلع نتكلم وزي ما متعودين دايما نحنا نتكلم دائما بمنتهى الاحترام وبمنتهى الأدب نادي الأهلي علمنا كده علمنا إزاي لما نيجي نرد نرد إزاي وإمتى وعلشان الدليل في إداية دليلي في إداية فمش عايز أي حد يطلع يقول مجرد كلام وخلاص ترجمة نانسي قنقر